اشتركوا في القناة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين أيها الحضور الكريم كل بمقامه ودوره ومسؤوليته مرحبا بكم يطيب لي باسم رئيس مجلس مقاطعة سواني وباسم جميع أعضاء مجلسها أن أقف أمامكم اليوم مشاركين مع هذه الجمعية التي هي الجمعية المغربية لمرضى السلياك وذوي الحساسية من الجلوتين مشاركين معهم حفلهم السنوي هذا وبكل اعتزاز وفخر لكي نقول لكم جميعا إن مقاطعة سواني ترفع شعار التضامن وشعار التعاون وشعار التكافل مع الفئات التي هي في حاجة إلى دعم أعجبني كثيرا شعار هذه المناسبة وشعار هذا النشاط الذي سجلته من اللافتة والذي يقول تبقى المرأة موطنة الأمال مهما احتل السلياك أراضيها فالمرأة هي التي تتحمل أعباء هذه الحساسية عندما تكتشف أن أبناءها وفلدات كبدها مصابون بهذه الحساسية أقول لكم باسم مقاطعة سواني رئيسا ومجلسا أننا واعون بأن الحضارة لا تبنى بالحجارة ولا بالحديد ولا بالخشب ولكنها تبنى بالإنسان وتبنى بالأياد المتكافلة والمتضامنة فنحن نمد أيدينا لهذه الجمعية ومن خلالها لهذه الفئة التي تحتاج إلى دعم ونقول لكم أيضا أن المقولة الشائعة والتي تقول أن الإنسان اجتماعي بطبعه فهي تعني أن الإنسان لا يستطيع أن يبقى على قيد الحياة لوحده فهو يحتاج إلى الوسط يحتاج إلى المجتمع فسبحان الله خالق الإنسان الذي خلقه عاجزا يحتاج إلى غيره لكي نجتمع لكي نؤسس حضارة لكي نؤسس مجتمع ولكي نعلي القيم فبدون قيم التضامن والتكافل لا يمكن أن تكون هناك أي حضارة لذلك نشكر طاقم مكتب هذه الجمعية ونشد على أيديهم جميعا كما نشد على أيدي جميع الأسر التي تكتشف لدى أبنائها هذه الحساسية وأقول للذين اكتشفوا هذه الحساسية أقول لهم إنكم متميزون لستم مرضى بل أنتم متميزون وتميزكم هو معيار حضارة مجتمعكم إنه انتبه إليكم وأخذ بأيديكم وعيا منه بأن المجتمع لا يمكن أن يسير بدون جميع أفراده فباسم رئيسي المقاطعة ومجلسها نشكر الحضور الكريم ونشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد في دعم هذه الجمعية وجعلها ترتقي في مهامها الإنسانية ومن هذا المنبر أحيي كل النساء وألاحظ أن عددهن اليوم أكثر بكثير من عدد الرجال وأقول لهم إنك سيدتي أكثر من نصف المجتمع وما بقي يتربى في أحضانك فأنت المجتمع وعليك الاعتماد في تنشئة هذه الأجيال التكافؤ والتكافل والتآذر إخواني أخواتي له إيجابيات كبرى لأنه يسمح للإنسان أن يندمج في مجتمعه بشكل سلس ولا ينعزل ولا تكون لديه أنانية التكافل يسمح من الناحية السياسية من تحقيق اتحاد باعتباره قوة التكافل أيضا يقوي الاقتصاد وينميه ويطوره فلنتحد جميعا مع هذه الجمعية ومع غيرها من الجمعيات التي تأخذ بأيدي أناس بدون مجتمع مدني لم نكن لنصل إليهم وبدون أمثال هذه الجمعية لم يكونوا ليؤسسوا وعيا بما يشعرون به فلنتحد جميعا ونعبر عن رقينا وعن حضارتنا وعن إنسانيتنا وشكرا لكم اشتركوا في القناة